هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن رشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفائزين في تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى دولة الإمارات معبرا سموه عن فخره بمشاركة 700 ألف طالب من دولة الإمارات في التحدي والذين أتم العديد منهم قراءة خمسين كتابا خلال عامهم الدراسية وأكد سموه تفاؤله بجيل إماراتي قارئ ومثقف معتز بهويته وقادر على استعاب ثقافات العالم وقادر على الاستمرار في بناء مستقبل الإمارات وأحرز الطالب أحمد فيصل لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى دولة الإمارات من بين طلاب من 1174 مدرسة وتحت إشرافي 1897 مشرفا ومشرفة